هذه الأيام العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى فضلها ويعني أكيد فيه أعمال مستحبة لازم أو يعني مش لازم يعني المفروض أن احنا نحرص على فعلها في هذه الأيام المبارك طبعا النصيحة أن لا نترك باب خير إلا وضرقناه لأن الصدقة في مثل هذه الأيام أفضل من أيام تعالى صدقة طبعا مهمة في كل الوقت بس في الوقت ده تتضاعف والأجر يتضاعف لذلك العلماء الحديث لما يتكلموا في ذلك قالوا أن أيام العشر زي الحجة أفضل من الأيام العشر الأواخر من رمضان يا سبحان الله أفضل من العاشر ليه؟ معين الأيام الأواخر من العشر من رمضان احنا بنحاول كده نقول أن مثلا فيها ليلة القدر بإذن الله نعم نفسه احنا بنقول فضلة العشر فضلة ليلها بحسا عن ليلة القدر أيوة وفضلة العشر الأول من ذي الحجة عن أيامها بحسا عن يوم عرفة وصلت؟ أيوة فلذلك الأيام هنا فضلت أيوة والليالي والليالي فضلت فلذلك احنا بنقول العمل في الأيام المباركة دي يتنوع يتنوع إزاي؟ يعني ما تتركش باب صيام مستحب كما قالت مسلمة كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام العشر من ذي الحجة ولا يوم عاشرة ولا ثلاث أيام من كل شهر حديث النبي فهو من المستحب ما قال من الاستحباب الشديد على الإنسان أنه يصوم في هذه الأيام المباركة تقربا إلى المولى عز وجل صدق الصلاة الصلاة في هذه الأيام برضو في المساجد في جماعات الزكر ربنا جابها صراحة كده واذكروا الله في أيام معدودة بيشبهك بالحاج لأن الحجاج لهم شعارهم ونحن لنا شعارنا شعار الحجاج حالياً لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك شعارنا نحن هنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد فيجب على كل إنسان مننا أن تنشعل الدنيا كلها بذكر الله فالتلبية ذكر والتوحيد هنا وعدم ذكر فإذا هنا بنعمل ما أمرنا به المولى عز وجل واذكروا الله في أيام معدودة حديث سيدنا أبو هريرة وسيدنا عبدالله بن عمر كان في هذه الأيام مباركة يدخلون السوق يكبرون فيكبر الناس بتكبيرهم بس ده بنسميه عندنا في الفقه تكبير مطلق لأنه فيه تكبير مطلق ومقيد المطلق يبدأ من أول عمز الحج في أي وقت في أي مكان أنا أبكبر المرأة في مطبخها الرجل في شغله وإحنا في طريقنا حتى في المواصلات في أي حاجة نكبر نشعر الدنيا كلها بتعظيم وتبجيل المولى عز وجل المقيد في ثلاثة أيام التشريك بعد كل صلاة تجد المساجد بعدما بنصلي الصلاة يبدؤون التكبير أسمه ده مقيد بوقت زمني أيوه تمام لكن أحنا بننصح به سيد المشاهدين كسرة الزكر كسرة الدعاء كسرة الدعاء للفترة دي وكسرة الصداقات حضرك بردو وكسرة الصلاة وكسرة الصوم كل ما هو طيب وبر الوالدين وصلة الأرحام كل شيء خير في الأيام دي المفروض يعني ما عليش نتكى عليه لو بنعمل جنيه ندفع عشر مثلا لأن ربنا حيضاعف نعمل جنيه ندفعوز